موسيقى اهلا بكم يعد العراق من اعلى الدول في معدلات الفساد الاداري والمالي ويتصدر تفشي الفساد في جميع المؤسسات الحكومية فيما توجه اصابع الاتهام الى كبار المسؤولين السياسيين الذين تحاصرهم تهم كبيرة وكثيرة شملت سرقة المال العام والتلاعب بملفات الاقتصاد والامن والقضاء والخدمات ممن عكس سلبا على العراق والعراقيين بينما اشرت الامم المتحدة الى ان طبق السياسية الحاكمة في بغداد فشلت حتى الان في وضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء الامر الذي جعل الفساد وحشا كاسرا حفر في السنوات العجاف الماضية جذورا عميقة لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن اقتلاعي تلك الجذور اذا لم تكن هناك ارادة سياسية ولا يبدو على المدى المنظور انه ثمت نية لدى السلطات الحاكمة الحالية وميليشياتها في اي اصلاحات مشاهدين الكرام نضع اليوم تحت الضوء ملف الفساد في العراق ونتساءل فيه لماذا الفساد المالي والاداري سمت النظام السياسي في العراق من له المصلحة في استمرار منهجية الفساد وما تداعيات بقاء نظام المحاصصة الفاسد ما تداعيات بقائه على العراق وعلى العراقيين وعلى الاجيال القادمة نناقش هذه المحاور مع ضيوفنا الكرام عبر اسكايب الاستاذ عبدالقادر الناير عضو اللجنة العليا المثاق الوطني العراقي اهلا بك استاذ عبدالقادر اهلا وسهلا بك وغيوفكم ومشاهدكم الكرام حياكم الله ورحب بالكاتب والباحث السياسي الاستاذ كاظم ياور مرحب بك استاذ كاظم مرحبا بكم حياكم الله على وسهلا كذلك ورحب بالكاتب والباحث السياسي الاستاذ احمد العلواني اهلا بك استاذ احمد منظومة الفساد في العراق لا تقتصر على جهة أو مؤسسة معينة بل ثم تأزمات تجتاح جميع المفاصل والقطاعات وعلى رأسها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية نواب في البرلمان العراقي الحالي أكدوا أن ما يجري من فساد في الموانئ العراقية يمثل سرقة قرن مضاعفة وأن حجم الخروقات المالية والإدارية في موانئ العراق كبيرة وتوازي سرقة القرن وتعبرها بمراحل مبينين أن الاقتصاد الوطني يستنزف بسبب الفاسدين فيما أشار إلى وجود ضغوط كبيرة تفرض على اللجنة التحقيقية بعدم كشف خفايا ما يحصل في الموانئ من سرقات بينما تحدثت رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة عن حجم الفساد الكبير وأن هذه الظاهرة تعد المشكلة الرئيسة في عموم العراق وأشار نواب أن هناك خشية من خراب العملية السياسية إذا ما تم كشف أسماء المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن قطاع الزراعة هو الآخر يتهدده التصحر بنحو 55% من المساحة الكلية للأراضي بحسب وزارة الزراعة الحالية فضلا عن تجريف أكثر من ثلاثة ملايين نخلة في محافظة البصرة فقط بسبب الفساد فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن وضع الأمن الغذائي في العراق غير مستقر فضلا عن التداعيات السلبية التي تعانيها الأسواق العراقية بسبب تذبذ بأسعار الصرف وعدم استقرارها ما تسبب بارتفاع متشارع لأسعار السلع والخدمات فيما تؤكد العديد من التقارير الدولية أن ضطراب الأسعار الذي تعانيه السوق العراقية يعود إلى القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة التي تسببت في تضخم السوق الموازية ووقوف أحزاب وميليشيات متنفذة خلفها وتحقيق أرباح طائلة من بيع الدولار للسوق الموازية وجود إرادات سياسية فاسدة تعرقل فتح ملفات الفساد ضد كبار المسؤولين المتورطين وتواطئ المجتمع الدولي بالسكوت عما يجري في العراق يجعله يغرق في بحر من الأزمات التي لا تنتهي والفساد في العراق أصبح له سوقه ومكاتبه ورواده ويبدأ المزاد والصفقات من رأس الهرم ببيع المناصب والوزارات ثم إلى المكاتب الاقتصادية للأحزاب والميليشيات أبدأ معك أستاذ عبدالقادر النايل أستاذ عبدالقادر الفساد منهجية نظام المحاصصة في العراق يا ترى ما هي الجذور التاريخية للفساد ما أصل الفساد؟ هل أصل الفساد هو مجتمعي أم مستورد بعد الاحتلال؟ هل لك أن توضح لنا وصفك للحالة؟ إن خطوات الفساد الإداري والمالي في العراق هي خطوات ممنهجة اتبعتها الأحزاب السياسية ما بعد 2003 من أجل السحوات على المال العراقي بشكل كبير وإنني لا أضع أن الفساد الإداري هو أعلى من الفساد المالي مرتبة لأن لو لا الفساد الإداري لما وجد الفساد المالي مطلقا وعلى هذا الأساس حقيقة هذه الأحزاب تعلم أن مستقبلها مع الشعب العراقي ومستقبل لا وجود لهم فيها يعني نحن نتكلم عن المستقبل لأن الشعب العراقي شعر حقيقة لا يرضى أن يقاد من طقمة فاسدة فرضت عليه بسبب الاحتلال العسكري ومآلات الأمور التي صنعت من مآسي حقيقية على رأس الشعب العراقي مهدت لهؤلاء بالاستمرار في الحكم لذلك هؤلاء لو كانوا يعلمون تماما أنهم باقون في حكم العراق لكان لهذا الفساد محدودا من أجل كسب ود الشعب العراقي ووضع بصمات تاريخية لهم في عمليات البناء والإعمار وعمليات ترفيه الشعب العراقي والحذب من البطالة والفقر لكن هؤلاء لأنهم لا ينظرون إلى الشعب العراقي سوى أنهم قارئين يريدون سرقة ما أمكن سرقته قبل أن تحدث نهضة عراقية وتتكسر قيود الاحتلال التي فرضت عليه بفرض العملية السياسية لذلك الخط الذي يسير عليه الفساد في العراق هو خط ما بعد 2003 معلوم تماما قبل 2003 كان الفساد في نسبة ضئيلة جدا بسبب الإجراءات الإدارية الصارمة من جهة ومن جهة أخرى بأنه حقيقة كان يعني يبحثون عن رفاهية أو ما يراد منه بقاء الشعب العراقي تحت خط الحياة لأنه كان هناك حصار كانت هناك حروب موجودة وبالتالي ما كشفته الأرقام ما بعد 2003 أن رأس النظام السابق لم يكن يملكوا لا منازل خارج العراق ولا مصانع ولا شيء بإسمه بالتالي هؤلاء حقيقة المنهج الأكتاد الذي جاء به هو لسرقة الأموال العراقية وبالتالي الآن إذا ما وجدت التنافس الحقيقي هذا التنافس يكمن في المناصب التي تأتي بالأموال ولذلك حقيقة ترى أن هذه المناصب تباع وتشرب المال بشكل بشع ولذلك من هنا بدأ الفساد يضرب أبنابه على مؤسسات الدولة العراقية وصل الحال حقيقة إلى أن الفساد أصبح مشرعا بشكل غاضح وأن الفاسدين ينجون من أحكام قضائية وأحكام تدينهم ضمن القانون العراقي المعمول به حاليا ولم نرى أن هناك فاسدين كبار تم الحكم عليهم بالعكس كلهم يخرجون وإلى هذه اللحظة عندما أقول أن الفساد الإداري هو البوابة الرئيسية لكل الفسادات في العراق بأنواع هذه الفساد في العراق سواء مالي أو غيره نجد أنه إلى هذه اللحظة لم تتمكن بل بقصد اللجان البرلمانية لهذه الأحزاب السياسية من إيجاد الحكابات الختامية لكل حكومة ولكل موازنة معلوم تماما أنه أصغر ربما حتى المحل البسيط الشخصي يجد لنفسه ختامات ختامية في نهاية العراق هناك موروثات شعبية أستاذ عبدالقادر إذا سمحت لي هناك موروثات شعبية قيلت في الماضي مثلا علي بابا والأربعين حرامي هذه قصة مقترنة بالموروث في العراق أيضا مثلا حاميها حراميها فلش وكل خستاوي يعني بغداد مبنية بتمر فلش وكل خستاوي يعني كل هذه موروثات مجتمعية أليست هي الحاضنة لي واحتضنت من قدم قدم من العراق عن طريق أو جاء على سبطانة الدبابة الأمريكية فجاءها يعني وجدها حاضرة محاضرة فأصبح الأمر عاديا بالمطلق يعني أنت ذكرت مثال هو بيت شعري وزارة الظلمي أبشر في تنحيها ماذا أقول إذا كان حاميها حراميها أقول بصريح العبارة لا الشعب العراقي بريء من هذه القضية الشعب العراقي صارع أزمات ومعاسي متنوعة بدءا من الفقر المتقع بدءا من انهيار المنظومة الصحية والكهربائية يعني بالتأكيد عندما تكون البيئة حاضنة الفساد ستشجع آخرين على النهب والسلب لكن الإطار العام لم يكن الشعب العراقي حاضنا لهؤلاء الذي جعل من هؤلاء موجودين على سدة الحكم ليست بإرادة شعبية بدليل الشعب العراقي بقناعة وليس بأطر أخرى قاطع 80% انتخابات متتالية مرتين على التوالي يقاطع 80% الانتخابات الأولى في عام 2018 والانتخابات الأخرى في عام 2023 لذلك حقيقة يعني ما يجري حقيقة أن هذه الطقم الفاسدة والأحزاب الفاسدة الذي كانت كما يصف أحدهم قل كنا في إيران حقيقة يعني طوابير نقف حتى يتم إعطاؤنا منحة بسيطة لا تسد رمقنا أو أننا نستلم مواد وطرود غذائية لأنهم كانوا أو قاتلوا مع الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي لذلك حقيقة هؤلاء عندما جاءوا جاءوا بجشع وهنا حقيقة لا بد أن أقول أن هؤلاء الأحزاب الدينية ولا أقول الإسلامية الأحزاب الدينية لأنهم شرعوا لهم دينا جديدا لا موجود للمذاهب ولا يوجد له إرث أو أدلة هؤلاء يستبيحون مال الدولة بحجة أن هذا المال مال عام وهناك فتاوى أيضا هناك فتاوى دينية من طائفة معينة أصدرت بأن العراق هذا المال العام مستباح كاظم الحائري لديه كتاب واضح في فتاوى صريحة يجيز سرقة المال من البنوب ويجيز سرقة كثير من الأمور الأخرى بشكل علني وواضح تماما لأنهم لا يؤمنون بأن هذه الدول هي دول حقيقية وبالتالي يريدون انهيارها لحين ظهور دولة المهدي كما تنص بعض الإسطورات أو بعض الفلسفة الدينية التي أدخلها البويهين لمذهب الجعفري وهو بريء منها لذلك حقيقة هذا كله اجتمع ليؤسس لها أو لأنفسهم دينا جديدا يضرب الفساد مضاربه فيه وبالتالي يأخذ من أموال العراقيين ما شاء ولذلك تنوع الطرق الفساد حتى الشيطان أقولها بصريحة عبارة احتار من طرق الفساد الذي انتهجتها هذه الأحزاء السياسة هناك جنب أخرى ينبغي حقيقة تركيز عليها على أن إيران أيضا تشجع على الفساد الإداري والمالي باعتبار أن ما مسروق لن يذهب إلى دول أخرى سيذهب إلى البنوك الإيرانية لأن هؤلاء حقيقة مرتبطين ارتباطا وثيقة إلا القليل نتكلم عن أكثر من 80% من الذين يسرقون المال مرتبطين بأجندات إيرانية وليس لهم مجال آخر يمكن أن يقسلوا أموالهم إلى دول أخرى فبالتالي يذهبون بها إلى إيران وإيران أيضا مستفيدة من التشجيع على الفساد الإداري والمالي في العراق بشكل كبير تماما بذلك أنواع الفساد تتحقق بوجود هذه الطغمة الحزبية الفاسدة بكل عنوينها وتفاصيلها وبالضحية هو الشعب العراقي بالتأكيد جراء ما يحدث نتكلم حقيقة عن ألف مليار دولار عراقي منذ عشرين عاما تم إخفاؤه وسريقته وإلى هذه اللحظة لا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال نعم أستاذ عبدالقادر أبقى معي لو سمحت أستاذ كاظم ياور مرحبا بك مرة أخرى نتحدث عن الفساد وهذا الحديث ليس بجديد الفساد هو سمة النظام السياسي في العراق بوصف التقارير الدولية وبوصف العالم وبوصف العراقيين من وجهة نظرك إذا كان الأمريكان يعلمون بأن العراق سوف يكون ضحية الفساد والفاسدين العراق بلد نفطي على تريليونات من الدولارات يسبح في بحر من النفط مع ذلك تم احتلاله بموافقة المجتمع الدولي وتغاضي العالم أجمع لنتحدث أو حدثنا عن وجهة نظرك في تاريخ الفساد في العراق نعم شكرا جزيلا على الاستضافة أحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام كما أحيي سادة الضيوف معنا في هذه الحلقة المباركة طبعا بالنسبة للفساد إذا صح التجبيه أن الفساد هو عدو أخطر من عدو الشيطان إذا صح التجبيه في هذا المجال لمقدرات ومصالح أبناء الشعب العراقي حيث أن الجهات والمؤسسات الحكومية وكذلك بعثات الممتحدة في العراق وحتى بعثات الدبلوماسية في العراق الكل يعترف ويوقن بخطر الفساد في العراق فلو أخذنا بعض المؤشرات الحقيقية لما أقول منها برنامج الحكومي منهاج الحكومي وضعها حكومة العراقية مع فرلمان العراقي وتم التصويت عليها وفيها إقرار بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية ووضع بعض الخطوات من أجل تخفيف ومحاربة الفساد وبالنسبة لبعثات الأمم المتحدة كل إحاطة تم بها من قبل ممثلة أمم المتحدة في العراق كانت فساد تساوي في مرتبة خطر الداعش بحسب إحاطة أمم المتحدة في العراق وكذلك مثال على بعثات الدبلوماسية في العراق مؤخرا رأينا أن سفيرة ألمانيا في العراق أقرت واعترفت في لقاء تلفزيوني أن شركات الألمانية قد تم اتزازها من قبل العراقيين سواء أفراد حكوميين أو تجار بهذا الصدد أو أحزاب تعود هذه التجار إلى تلك الأحزاب إذن هذه المؤشرات الحقيقية نطرحها وننقلها من أرض الواقع يدل دلالات قوية أن تاريخ الفساد في العراق لا نذهب إلى تاريخ الدولة العراقية هذا الشيء لربما لديه أبحاث أو لقاءات أخرى ولكن ما يعنينا نحن عراق ما بعد 2003 عراق ما بعد إقرار الدستور العراقي والعملية السياسية في العراق ما لها وما عليها لا بد أن يكون حوارنا وحلول التي نطرحها بهذا الصدد وأن لا نقارن العملية السياسية بتاريخ الدولة العراقية نعم هو التاريخ هو أمر مهم جدا ومنه الانطلاق والذي طبعا مع تقديري لكم جميعا ضيوف الكرام والمشاهدين الكرام الذي لا يفهم تاريخه لا يمكن له أن يصنع مستقبلا الانطلاق من التاريخ يعني هنا عندما نحدد نقاط ضعف لا بد من الرجوع لمستويات المقارنة لكي نكتشف لماذا هذا الانحدار لماذا هذا المنحنى ذهب إذا هذا الاتجاه السفلي لذلك نحن نقارن فالمقارنة يعني على وجه المقارنة فقط وليس موضوعنا فقط طبعا نحن المقارنة ولكن نتحدث عن لماذا أصبح الفساد هو سمة نظام سياسي في العراق بعد عام 2003 تفضل نعم ما أردت قوله يعني عشرين سنة في تاريخ الشعوب والإدارة ليست بشيء قليل بل يعتبر الآن هذا تاريخ يعني عشرين سنة كذلك يعتبر تاريخ فولايات المتحدة الأمريكية والدول يعني مهتمة بعملية سياسية في العراق ما رأينا منهم في تعاملهم مع العملية السياسية في العراق عليها شوائب كثيرة لربما في بعض الأحيان كان لهم دخل في تشجيع الفساد من حيث مثلا فيما يتعلق بالصادرات النفطية وكذلك فيما يتعلق بمصروفات جدا كبيرة في شراء أسلحة لربما عراق لم تكن بحاجة إليها أو كانت أصلا هذه الأسلحة فاسدة من بعض الدول ليست شرطا من قبل ولايات المتحدة الأمريكية قصدي من شركات الأمريكية بل كانت أمريكا على علم أن عراق تستورت من بعض الدول أسلحة غير أو أجهزة أمنية كانت فاسدة بطبيعة الحال في بغداد رأينا مثلا أجهزة سونار كانت لا تستطيع معرفة أو قياس خطورة المتفجرات في شوارع بغداد ومناطق بغداد كانت هذه الفساد سبب رئيسي في أن تكون هناك ضحايا من أبناء الشعب العراقي وامتدت كثيرا هذه الأمور إذن الجهد الدولي ليست شرطا في مساعدة عراق في عملية مكافحة الفساد أنا برأيي الشخصي مكافحة الفساد لابد أن تستنت إلى جهود وطنية الشعب العراقي أن تكون لديه يقضى ضمير وأن تكون هناك حالة شعبية وطنية تحاول إنقاذ البلاد من هكذا خطر يعني الآن أصبح في جميع مناطق عراق في جميع مؤسسات العراقية يعني أما الاتكاء إلى جهد الدولي بطبيعة الحال الجهد الدولي الكل يبحث عن مصالحه في العراق فهذه المصالح أحيانا تلتقي مع مصالح جماعات معينة في داخل العراقي فتضر في مصالح أبناء الشعب العراقي بالمحصلة العامة وكذلك الدول الأخرى إذن الحالة الحقيقية العراقية لابد أن تكون هي السائدة لكي تتخلص أبناء الشعب العراقي ومؤسسات العراقية من هذه الفساد وأن تستعيد العراق عافيته من جديد نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ كاظم أرحب بلكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد العلواني أستاذ أحمد من وجهة نظرك لماذا عراق ما بعد الاحتلال استبغى بالفساد على نحو تصفه التقارير الدولية بتقارير متلاحقة بأن العراق في المراتب الأولى بالفساد المالي والإداري نعم في البدء أسمح لي أن أجدد التحايا والترحيب بحضرتك وضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء سيد الكريم الفساد في العراق هو ظاهرة دخيلة حال حال سياسيين الصدفة لنسميهم السياسين الدخلاء الذين قدموا على متن الدبابة الأمريكية وشرعنوا الاحتلال الأمريكي وكانوا تحت مضلة الاحتلال الأمريكي الإيران سيد الكريم اليوم الفساد هو الذي يزير الدولة اليوم منظمة الفساد هي التي تحكم العراق جميع قادة الكتل وقادة الأحزاب لديهم مؤسسات داخل دوائر الدولة داخل الوزارات وداخل الهيئات هذه المؤسسات هي التي تسيطر على العقود تسيطر على صرفيات المؤسسات تسيطر على تتحكم في توزيع الميزانية العراقية لذلك الفساد كبير جدا يعني التقارير عندك أبسط شيء تقرير المركز العالم الإنمائي الذي مقره في بريطانيا ذكر أنه لدينا ضياع ضياع بالأموال واختلاص الأموال يصل إلى 350 مليار دولار يعني مليار دولار رقم كبير جدا هذه موازنة دولة عربية تم سرقتها وليس دولة فقط عربية نتحدث عن صفقات قرن وسرقات قرن ومسميات عظيمة صفقة القرن هي التي ظهرت للإعلام هي 2.5 يعني مليون مليار دولار هذا لا شيء تجاه ما سرق ويسرق الآن يعني سيد الكريم يعني نحن عندنا أموال في هذه الميزاني عندنا لدينا 15 تريليون دينار عراقي لا أحد يعلم أين ذهب حتى مكتب رئيس الوزراء السيد السوداني حاليا نجري تحقيق بهذا الموضوع لكن نحن نعرف من تشكل لجنة هناك تسويف لدينا هيئة النزاهة هيئة النزاهة هناك الكثير من القضايا التي اكتسبت يعني الحكم النهائي ولم ينفذ يعني محافظين لدينا يعني محافظين من عدم محافظ بابل محافظة الأنبار محافظة الموصل محافظة بابل وصلت 62 دعوة قضائية بتهمة فساد واختلاس وسمح له بممارسة العملية السياسية والدخول بالانتخابات وتشكيل والدخول بكيان سياسي يعني حتى هذا مخالف للدستور ومخالف للقانون أليس ذلك من وجهة نظرك طبعا أستاذ أحمد العلواني البعض يقول بأن من يدير عمليات الفساد التريليونية في العراق نتحدث عن تريليونات الدولارات وليس الدنانير نتحدث عن عمليات فساد وصفت بسرقات القرن يعني ألا تعتقد بأن من يقود هذه العمليات هو الدستور أو ليس الدستور القانون الذي من المفترض أن يطبق الدستور أليس من يقوده هو اللجان التحقيقية أليس من يقوده هو لجان المتابعة في المؤسسات التابعة للحكومة يعني بشكل عام أليس القانون هو من يقود عمليات الفساد سيد الكريم القضاء لدينا معطل تماما نعم غياب غياب القانون وغياب التطبيق العدالة في العراق هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الفساد وليس ظاهرة وإنما أصبح مستشل أصبح ظاهرة طبيعية تحكم النظام السياسي وتغلغلت في جميع مفاصل الدولة وأثرت حتى على المواطن العراق حتى على حياة المواطن العراق البسيط سيد الكريم يعني ضيوفك الكرام يعني تقدموا بكثير من المعلومات القيمة لكن ليس فقط إيران اليوم هي المستفيدة من الأموال أو تدعم الفساد حتى الولايات المتحدة الأمريكية ونالك شركات للوف يتم دفع لها أموال وقسم من عدها تابعة إلى يعني حتى الكيان الصهيون سيد الكريم نحن عدنا في شهر فبراير وقع تم توقيع العقد مع شركة سكوايت فوكوس اللي هي مقرها في تل أبيب من قبل السفير العراقي في واشنطن السيد خير الله عبد الله خير الله وبتوجيه من السيد السودان اليوم الأموال التي تدفع إلى أوروبا وتدفع إلى أمريكا وتذهب إلى جيوب مسؤولين في هذه الأنظمة لدعم العملية السياسية غير أننا لدينا طريقة معقدة جدا من خلال عملي مع بعض مراكز البحوث اكتشفنا طريقة معقدة جدا لنقل الأموال من عدها طبعا ومتورطين بها برلمانيين وبالوثائق بالأدلة وبالوثائق وثائق قسم من عدها بريطانية وقسم من عدها أمريكية لأن حسب البنوك طبعا وحصلنا عليه بطريقة من خلال مراكز بحوث مرخصة بالعمل بهذا الجانب سيد الكريم ينقلون الأموال من العراق يشترون جواز هناك جزر تبيع الجواز من 200 ألف إلى 250 ألف دولار ويذهب ويسجل اسمه بهذه الجزيرة ويحصل على الجواز مدة عن طريق مكتب محامات أيضا لمدة سبوعين يحصل على الجواز ثم ينتقل إلى بريطانيا وهناك يسجل يفتح حساب بنكي بهذا الجواز باسمه أعضاء طبعا برلمان رصدنا هذه العملية وبعدها بستة أشهر طبعا ينقل الأموال بحساب رسمي نظامي ثم بعدها بستة أشهر يغير اسمه يحوله إلى اسم أجنبي ويغلق حسابه في البنك الأول ثم ينقل الأموال إلى بنك آخر محترفين بسرقة نعم وهنا عندما تصدر حتى أوامر القاقبض للأنتربول الدولي لن تنفذ لأن ولا تغلق حساباتهم لأن باسمه الأجنبي منعدهم منعدهم السيد محسن المندلاوي باستيري في العراق عراقي وفي بريطانيا باستيري ويمتلك مقاهي ويمتلك سلسلة فنادق وكثير من عدهم السيد هادي فرحان حسين العامري في العراق هو هادي العامري وفي بريطانيا اسم آخر هؤلاء هذا طبعا نموذج بسيط وغير أنه الأحزاب الأخرى الحلبوسي وغيرهم يعني لديهم شبكة شبكة أصبحت دولية لنقل الأموال وغسيل الأموال لا يمكن السيطرة عليها إن لم يكون هناك تفعيل للقضاء العراقي القضاء العراقي مسيس تماما القضاء العراقي مسيطر عليه من قبل هذه الأحزاب الفاسد لذلك نقول الفساد هو منظومة لأنها تتحكم حتى في القرار السياسي والقرار الاجتماعي في العراق يعني كثير من الأساليب اليوم لدينا مشقصة بالوثائق يعني تشير إلى أنه الفساد أصبح أصبح غير مسيطر عليه تماما من قبل الحكومة العراقية ولا يستطيع أي رئيس وزراء ابتداء حتى السيد العبادي كانت هناك محاولات وحاول أنه يعني يحارب ولو هل يعني يعني العراقيون دائما ما يسألون هل يترى هذا الصراع سيد أحمد سوف أعود إليكم مرة أخرى إذا سمحت لي سيد عبد القادر الصراع على المناصب هلوه من أجل إحقاق الحق ويعني تطبيق العدالة في العراق يعني هذا الصراع على المناصب يعني رئاس الوزراء يأصر حكومة الصراع على المؤسسات يعني الإدارية هذه الأمور هل هناك حرص من السياسيين على تطبيق القانون لذلك يتصارعون هؤلاء السياسيون الذين جاءوا من الشعب لم يأتوا من القمر يعني بدءا دعني أتفق مع ضيفك الكريم الذي أشار إلى أن الفساد في العراق أصبح منظومة وهذه المنظومة هي أصبحت الدولة العميقة الحقيقية التي تقود كل الأطراف السياسية بأحزابها ومنظوماتها وتشكيلاتها يعني الذي لا يمتلك مصارف ولا يمتلك شركات قابضة وحسابات خارجية وداخلية لا يمكن له أن يستمر في العمل السياسي لأن المنظومة السياسية الحالية التي تتصدر واجهة العمل من الفساد الإداري والمالي هي ليست منبثقة من الشعب العراقي نعم هم شخص فيهم موجودين من العراق وفيهم من خارج العراق جاءوا لكن هؤلاء يتم حقيقة العمل على إنشاؤهم ضمن بودقة القيادة الاقتصادية فالاقتصاد سواء كان اقتصاد وهو أغلبه من جراء الفساد هو الذي يقود من المنظومة السياسية في العراق ويحدد المناصر والدليل على ذلك اعطيني منصبا سياديا أو سياسيا يتم منحه من خلال الاتفاقيات السياسية ورغم هذه الاتفاقيات لكن لكل منصب سعره سواء كان لزعيم الكتلة أو مسؤول الكتلة السياسية أو للطرف الآخر المانع يعني الآن رئاسة البرلمان هي ضمن المحاصص السياسية للمكون السني السياسي لا يمكن لأحد أن يجلس على هذا المنصب دون أن يدفع مبلغا ماليا عندما كان تعالف البناء تم دفع إلى أبو مهد المهندس جمال الذي قتل مع قاسم سليمان 33 مليون دولار من كتلة الكربولية حتى يتم منحهم المجلس وتم تسليمه إلى الحلبوسي وهكذا دوالي المنصب الوزاري اليوم الحصة الوزارية لسيم من الناس من الأحزاب السياسية بالتالي يتم تسمية داخل الحزب من الشخص يعني محتكريها بالمال السياسي محتكريها بالمال السياسي ساعب القادر مئة بالمئة لا يتم تسمية حتى من حزب الدعوة ومن المكون الشيعي أو الآخرين أقسمها المكونات السياسية الآن عندما يعلن حزب الدعوة على أنه يمتلك ثلاثة أو أربع وزارات هو يسعر كل وزارة أنه رئيس الكتلة السياسية يسعر وزارة هذه الوزارة بعشرة مليون دولار من يمتلك العشرة مليون دولار سيتقدم من الشراء الوزارة وبالتالي هو سيشرع للفساد حتى يتمي فائل عشرة مليون دولار أو زيادة يستزيد بها لذلك حقيقة المناصب في العراق ليست مناصب تتوزع على أساس الاستحقاق السياسي ولا على أساس الكفاءة ولا حتى على تقاسم المناصب الطائفية أو الحزبية إنما على أساس من يمتلك المال لشراء المنصب وبالتالي نرى أن الذين يتقدمون هم الذين تدعمهم أذرع اقتصادية لتمشي احتياجاتهم الاقتصادية فيما بعد يعني عندما يتم شراء وزارة التعليم لأحد الميليشيات من مصرف معروف يدير العملة ووضع بالأخير على لوائح الأمريكية كمصرف الجنوب الإسلامي هو لأنه يريد تأسيس جامعات خاصة لهذا المصرف ولعليز زيد الذي يمتلك الشركات القابضة بكل مجملها هو ليس حبا بحركة العصائد أو حبا بهذا الوزير لكن هو سيتحكم بالوزارة لغسيل أمواله أو بناء مؤسسات لأنه الآن اتجه باتجاه بناء جامعات كجامعة الشعب في بغدار إذن المنظومة الفاسدة هي التي تتحكم في توزيع المناصب السيادية والسياسية داخل العملية السياسية بشكل واضح وتأوض وصريح نعم سأعب القادر سيد كاظم ياور عندما يكون المال السياسي هو الذي يتحكم في مجريات المناصب والأمور الإدارية في العراق وأيضا مجريات الفساد التريليوني في العراق وازدياد نسب الفقر وازدياد ثراء الذين هم في يعني الدولة في الميليشيات في الشركات التي تتعامل معها من وجهة نظرك هذا الأمر من له المصلحة في دوامه واستمراريته هل هناك مصالح لقوى إقليمية هل هناك مصالح لقوى دولية نعم قبل أن يكون هناك يعني مصالح لقوى إقليمية أو دولية أكيد هناك مصالح لفئات ترتبط مع هكذا قوى إقليمية أو دولية داخلية محلية عراقية وهناك أمثلة كثيرة يعني ممكن ذكرها في هذا المجال منها مثلا في شأننا الحكومي رأينا مؤخرا أن الحكومة العراقية هي بنفسها تتهم يعني الفرلمان أو أعضاء في الفرلمان العراقي بالتلاعب بجداول الموازنة العامة في البلاد بعد التصويت عليها فهذا اتهام جدا كبير إذن هناك جهات تحاول أن تستحوذ على هكذا مخصصات لمحافظات معينة وهذه الجهات أكيد كتل سياسية ليسوا هم من أبناء الشعب العراقي عاديين أو ناس موظفين على مستويات الدنيا في في وزارات العراقية وأعطي مثال آخر عملي في بغداد حاليا هناك مناطق يعني في بغداد وصل سعر قطعة أرض يعني متر واحد أكثر من عشرين ألف دولار أكثر من عشرين ألف دولار بالسبب غسيل الأموال يعني لو سمحت لي عشرين ألف دولار في بغداد عاصمة العراق ليست عاصمة اقتصادية يعني ليست فيها شركات انتاجية ليست فيها يعني استقرار في الطاقة الكهربائية في مياه صالحة للشروب أو في السياحة أو إلى آخره إذا ليست هي نظيرة لدبي أو نظيرة لإسطنبول أو مؤدن اقتصادية عالمية مع ذلك لا في إسطنبول ولا في دبي وصل سعر قطعة أرض إلى هذا الحد مما يدل دلالة أن هناك طبقة وهم أقلية حاكمة في العراق هم من يعني الأموال تأتي إليهم أو إلى يحصلون على هذه الأموال بطرق يعني غير طبيعية غير اقتصادية أكيد غير مشروعة لأن تجار تجار بغداد معروفين هم لا يملكون هكذا أموال لكي يشتروا هكذا ولكن شخص دخل إلى عملية سياسية منذ عشر سنوات أو ثمان سنوات أو أربع سنوات الآن يملك ملايين الدولارات حرامية المال السياسي حرامية المال السياسي نعم لابد أن تكون هناك يعني إجراءات حكومية صارمة حقيقية وليست يعني تعليمات أو لوائح تصدر صح هناك لوائح صدرت وهناك إعلام حكومي يوميا تتعقف وتنشر بعض هذه الملفات ولكن ما نراه على أرض الواقع أن الفسات يوميا تنتشر وتنتج نماذج جدا خطيرة كبيرة على أرض الواقع فإذا كانت هذه اللوائح وهذه القوانين وهذه التعليمات تنفت وتنشر على إعلام الحكومي فإذا لماذا هذه الفسات هذه التطبيقات على أرض الواقع لا أحد يستطيع اجتثاتها لا يستطيع أحد محاسبتهم على هذه الأمور إذا إما أن نعمل بعملية سياسية وتطبيق القواعد القانونية واللوائح التي تصدر من الحكومة العراقية بالمساواة على الجميع لا أن يكون هناك أشخاص أو أحزاب أو فئات تعلوا على القانون تعلوا على الحكومة ولا أحد يستطيع محاسبتهم محاسبة شديدة حتى سريقة القرن نرى عندما عملوا بمعاملة ربما خاصة لحد اليوم خارج السجون من أجل أن يأتوا بهذه الأموال بطريقة أو بأخرى فهذه الاستثنائية في التعامل أكيد سوف يفتح أبواب الفساد بطبيعة الحال أمام الآخرين أمام الذين هم خلف الكواليس يتحكمون بهذه المجرية طيب السيد كاظم شكرا لك السيد أحمد العلواني إيران لديها مشروع في المنطقة وهذا المشروع طبعا مشروع ضخم جدا بما أنه العرب ليس لديهم أي مشروع بل هم منخرطون في المشروع الأمريكي إيران لديها مشروع بغض النظر عن موضوع التخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع يراد له أموال ضخمة يراد له تمويل وهذه الأموال الضخمة موجودة موجودة من أين من أموال العراق العراق بلد غني لا تنظب أمواله يعني تداعيات طبعا يعني إذا أخذنا على سبيل المثال عندما نقرأ آية في القرآن الكريم الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشة السياسيون يعيدون العراقيين بالقضاء على معدلات الفقر بشرط انتخابهم موجودين السياسيين إذن موجود الخمس لإيران إذن موجود تمويل المشروع الإيراني تطويع موارد بشرية عراقية لنشرها في سوريا نشرها في اليمن نشرها في لبنان إلى آخره وكذلك بأموال العراقيين كيف سينعكس وجود ودوام واستمرارية المشروع الإيراني على الحالة الاقتصادية للعراق المتدهورة باستمرار بالإضافة إلى وضع المواطن العراقي كيف ينظر إلى بلده وانتمائه لبلده نعم سيد الكريم اليوم إيران تستثمر العراق وتستنفذ مواردة البشرية والمالية إيران تنفذ مشروع ها ليس من دفع أموال ضرائب أو دافعي الضرائب الإيرانيين أو ليس من التجار الإيرانيين وإنما من أزيمة العراق اليوم نشتري الغاز الإيراني بسعر أضعاف التي تشتري دولة ألمانيا أو إيطاليا يعني اليوم العراق عن الأسواق العالمية نحن نشتري الغاز الإيراني بثلاثة أضعاف إيران تصدر لنا المخدرات وتسحب العملة الصعبة إيران تأخذ العملة المطبوعة طبعا هذا في شهر كانون الأول 2023 يعني ليس بعيد نحن عندنا 35 تريليون دينار عراق طبعا هذا كلام محمد النوري عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي يجب أن يحاصل هذا الكلام اختفت ذهبت إلى إيران هذه سوف تعود لأننا البلد الوحيد الذي نتداول معه الدولار الدينار العراقي هي إيران نرسل الأموال إلى إيران دينار عراقي ومن ثم التجار الإيرانيين يأتون إلى العراقي يسحبون العملة الصعبة هذا الشيء حتى تجنيد العناصر حتى إيران نريد أن نرى أنه ترسل الباكستانيين والعراقيين والأفغان للقتال ضمن مشروع لكن عندما تأتي إلى الإيراني وتسأله يقول أننا لا نقاتل لا من أجل القضية الفلسطينية ولا من أجل العرب قاتلون بفلوس العراقيين بفلوس العراقيين وبأرواح العراقي نعم نفذون المشروع بأموال العراقيين وبأرواح العراقيين إيران سيطرت بشكل كامل طبعا بتدخل من الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي كان لديه رؤية أنه يجب السيطرة على المنطقة ونشر قواعده العسكرية وتنفيذ مخططات من عده حماية أمن إسرائيل والسيطرة على مناشئ الطاقة لكن إيران تمددت على السيطرة على الجغرافيا وتغيير معتقدات ونشر الجهل ونشر التخلق في المجتمعات العربية ليس فقط المجتمع العراقي لكن في المجتمعات العربية وكل ذلك سوف يستمر لم تكن هناك إرادة حقيقية من قبل الشعب العراقي الشعب العراقي لا ينظر إلى أن أمريكا اليوم سوف تأتي وتخلصها أو دول أوروبا أو دولة أخرى يجب على الشعب العراقي أن ينهض يجب أن يكون وقفة هناك جادة للعراقيين للحفاظ على أموالهم والحفاظ على مصالحهم والحفاظ على أرواحهم لذلك نتكلم دائما من خلال قناتكم الكريمة ومن خلال الصعب ومن خلال مراكز البحوط ومن خلال حتى لقاءاتنا مع الشباب العراقيين أنه يجب أن تصنعوا بديل سياسي يجب أن تكون لديكم كلمة يجب أن تضغطوا على أماكن صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية للتغيير هذه الرؤية وهذا ما سوف يحصل أستاذ قاسم نحن أمام فاعل دولي وصراحة حتى الشعب العراقي كان هناك إرادة عراقية لكن الذي أجهض الإرادة العراقية هي الجانب الإيران والجانب الأمريكي الذين هم يسيطرون على العمل السياسي في العراق وكل سلبيات من فساد مالي وضياع للأرواح وانتهاء للسيادة كلها مسؤولة عنها الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بالدرجة الأولى لذلك نحاول كعراقيين أن نخلص بلدنا من هذه الطامة الكبرى يعني العراق يعيش العراق اليوم يعيش مأساة حقيقية مأساة حقيقية جدا يعني حتى هذه القوانين التي تشرح حتى قانون الأحوال الشخصية هو باب من أبواب الفساد هي شرعنة بيوت الدعارة اليوم سوف يكون هناك مكاتب منتشرة في العراق وسوف يتحول من رجل العمامة إلى شترد السمي يعني أجلكم الله مسومة آخر بقناتكم كلمة لا أستطيع لقب لكن هذا هذا يطبق هذه تجارة هذه تجارة وصلت الفكرة نعم يتاجر وما الجديد وما الجديد يتاجر نعم الجديد سيد الكريم وصلوا إلى إلى مرحلة للمتاجرة حتى بأطفالنا وأبناؤنا نعم وسكوت الشعب العراقي سوف يدفع ثمن غالي أهم من المال وهم من قد أهم من الكرامة والروح نحن اليوم مجتمع صراحة إيران يعني تنتهكه أمريكا تنتهكه وصل الحال نعم أستاذ أحمد شكرا جزيلا على ما طرحته أخيرا في دقيقتين أستاذ عبدالقادر النايل هل بعد نهضة العراقيين أو بعد انتفاضة العراقيين عام 2019 التي واجهوا فيها الأموال طبعا الميشات تملك الأموال تملك السلاح تملك الدعم الإقليمي تملك الدعم الدولي هل ممكن أن يعني يتغير الواقع في العراق على أيدي العراقيين الذين يعني يغرقون في بحر من الفساد أستاذ عبدالقادر للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ عبدالقادر أتحول بالسؤال للأستاذ كاظم ياور في دقيقة ونصف لو سمحت سمعت سؤالي هل ممكن أن يكون هناك أمل طبعا يعني طالما أن هناك يعني عراقيون شعب العراقي شعب يعني الحرية شعب يناضل من أجل الكرامة صح أن ما مر به شعب العراقي من ويلات وحروف ونكبات جاءت من خارج وليس من الداخل ولكن يبقى رأينا في 2019 يعني الثورة التشرينية المباركة واليوم هناك يعني حراك شبابي ومفكرين هنا وهناك حتى من أوساط يعني نحن لا نقول أن جميع من هم في عملية سياسية في مستوى واحد وطبقة سياسية واحدة أكيد هناك بعض السياسيين لديهم نفس وطني نحاول أن يكون لهؤلاء دور أكبر وتأثير أكبر في عملية سياسية من أجل التغيير من أجل الإصلاح ووضع يعني برامج جديدة لإنقاذ العملية السياسية وإنقاذ مقادرات الشعب العراقي يعني الكل يدعو من الله أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على وجود هذا النظام الفاسد أن يعني يتغيروا ويقوموا بالإصلاح ولكن للأسف لا فائدة أستاذ عبد القادر فقدنا الاتصال به صح؟ إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وأودنا شكرا ضيوف الكرام فيها الأستاذ عبد القادر النائل عضو اللجنة العليا المثاق الوطني العراقي وكيضا الباحث السياسي الأستاذ كاظم ياور وأيضا شكرا جزيلا الباحث السياسي الأستاذ أحمد العلواني فتام تقبل مني أطيب تحية وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة